فإنها تفتتح مركزا متطورا لتدريب 16 ألف قطص في الرعاية الصحية ومعانا الخبر الأخير مشروع التوجيه للمهاجرين يساعد المهاجرين في النمسا على إيجاد وظائف تنافس مؤهلتهم أنا شايف الموضوع ده ومش عارف تشاركني الرأي أم لا دي خطوة من أهم الخطوات النظام الصحي في النمسا بيعاني أو على جميع المستويات هناك عجز في الأيد العاملة في جميع المجالات وهناك نقص في العمالة الماهرة طبعا وجود مركز زي دافي فيهنها هيساعد وتأهيل 16 ألف مختص بس يعني المسافة بعيدة لغاية بحلول 2030 ليست بعيدة اللي بدخل اليوم بالاختصاص بده خمس سنين لا يتخرج سيد الكريم خاصة بإذا كان يعني مطوير الكوادر التمريد بطريقة جامعية يعني ليست موضوع عبر الكاريتس وغيره لا هذا التمريد هذا التمريد ده تفاخ هذا شيء عالي جدا يعني فبالتالي يعني بصراحة هذا الخبرين احببنا انه احنا نطلع عليهم المشاهد عننا لحتى يعرف اهمية اهمية الحالة انه فيه فرص فيه فرص لكل من يبحث عن عمل يبحث عن وظيفة بقولك يعني فيه تبحث النمسا عبو فيهننا تحديدا عن 16 ألف شخص موهيك سيدي نعم 16 ألف شخص 16 ألف مختص بالرعاية الصحية يعني دليل انه فيه فيه امام اللي هلا عم يسمعنا امامهم فرصة كتير كبيرة لحتى يدخلوا بهذا المجال وهذا مجال معاشاته وراتبه مرتفعة جدا وله ميزات بالغة الاهمية ومميزة يعني 14 و 15 راتب ممكن ياخدوا بالسنة وعطل وبطاقات مجال يعني كتير فيه عليه كتير فيه عليه يعني فبالتالي كل سيد كل شاب كل شاب عم يسمعنا هلا اتمكنوا من اللغة الألمانية يروح يسجلوا يبدأوا يحصلوا لهذه الفرصة نفس الخبر المشروع التاني بتاع توجيه المواجرين يعني انت تروح المشروع تروح هو ممكن يشوف حالتك وبعدين يوجهك نعم نعم يوجهك وبيخلي معك الشخص بيرافقك تقريبا بشكل دائم بيساعدك بتقديم السيرة الزاتية بكتير من الأمور صراحة حتى انك تحصل على فرصة عمل في النمسا أو تدريب أو أي شي يعني إعادة التأهيل والخبر ليكم احنا نزلنا اليوم وفيه ناس يعني أوكرانيين استفادوا منه وسوريين كتير استفادوا منه مهاجرين وعربا وأجانبا وكذا استفادوا منه فنحن فعليا ابحثوا يلي عم بسمعني هلا ابحثوا عن المشروع اللي عم يحكوا فيه اللي هو فعليا التوجيه للمهاجرين اسم المشروع التوجيه للمهاجرين وموضوع التمريد فيينا فاخ بمنطقة فوريتة بالحي العاشر مقر الجديد لبرنامج باكالوريوس في علوم التمريد والرعاية الصحية يعني كلام كتير كبير يعني كل من فعليا فيه فرصة كتير كبيرة للعمل فيه فرصة كتير كبيرة للاندماج وعلى فكرة اللي بدخل اللي بيدرس التمريد وكذا عندهم تسهيلات حتى بالحصول على الجنسية النبساوية اي شيء له علاقة بالطب هنا فيه تسهيلات بالحصول على الجنسية فيه فرصة كتير كبيرة اليوم للي عم يسمعنا انه يحاول يحاول انه يدخلوا الشباب الصبايا كبارا وصغارا مشان ما يفهمون حتى الكبار بالأمر اللي بحب يدرس ويرجع طرم عنده القابلية عنده القابلية ادخلوا ادخلوا هاي ادخلوا ادخلوا نعم ترجمة نانسي قنقر